سبار خير يا بورج الكوس الجميل. هنعمل القراءة العطفية. وانا بشوفت كارتي ده كده في الحالة العامة يعني بتفائل شوية. فالظهر كده ان انت سعيد. يعني مبسوط يعني. اكي? وزي ما يكون حاجة اكتملت عندك. يعني عشر كبيات حب يعني فيه شي اكتمل. فيه سعادة اكتملت. اه طاقة الشريك يعني دي طاقة مائية بحتة. اه ممكن الشريك خوت سرطان عقرب. ولكن اخوت بالاضق. اه الشخص ده مقد يعني مستقر كده ومقدم عرض. اه ليك ممكن. ولكن 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 انت في اه ذات الوقت اه مغلب العقل على القلب شوية. يعني بتفكر بعقلك شوية. هنشوف برضو التوضيحات هنا ايه? ولكن الالتاقة العامة انت مبسوط شوية. مبسوط ممكن تكون مش ظاهر ده من براه لكن انت مبسوط من جواي. طيب. نشوف كده مشاعر الشريك. ايه ده? ايه ده? مشاعرك انت? تتعمل مع حد من برج اه الطور ممكن? لا مش الطور سوري الميزان والحوت. برج ناري اسد باناري واسد كمان. انا عاملة توضيحات كده عشان الناس اللي بتحبش التفريط اللي ازاي. طيب. خطوة اللي عايز يقوم بيها. خطوة اللي ده تقوم بيها. مم. شكلك كده ناويله. النية لله. دي طبعا هو شايف العلاقة ممكن تروح فين او يحصل ايه. طيب. فيه نصيحة في الاخرى. مبدان كده يا برج الكوس. اه تقريبا كده ان في حد رجع لك من الماضي او هيرجع من الماضي. تمام? عشان نبقى متفقين يعني. وهذا الشخص كان فيه علاقة اخرى. كانت بين بيكلموا عن روحهم. ممكن تكون انت عارف. ممكن يكون كان شخص متزوج وطلق. او طلق اه. او مسلا كان في علاقة بقى عاطفية عادية والتانية قالت له مع السلامة وقفلت ايه الباف وشه. او تكون واحدة كانت في علاقة وصايبة. بس هو مجروح جدا. مجروح من العلاقة اللي فاتت ومجروح منك كمان لانك تظهر ان انت بتعبت عنه وسبته كمان لما دخل فيه العلاقة دي. كانت علاقة سلسية. اه حاله بقى حاليا هو مشوش فكريا. واما تعبان جدا. افكار بتروح وتيجي في دماغه. مش عارف يعمل ايه. يعني يفكر. يروح لك ولا لا. اروح ارجع ولا لا. فزي ما يكون مش عارف يعمل ايه. مش عارف ياخد اني القرار. خايف منك على فكرة. خايف منك اوي. ممكن تكون انت اكتشفت انه كان في علاقة سلسية. وبعدين رم تسايبهم وانتقولوش حاجة خالص. اوكي. وممكن يكون اه خايف ان انت تتخانق معان. ويترجع بقى الماضي ده تاني وتقعد تقولو ده انت وانت وانت. فهذا الشخص اه لو انت بتسأل على انه كان في علاقة. العلاقة الاخرى تخلص منها وانجرح منها. ممكن يكون مازال فيها ولكن في النهاية. في اه طور النهاية كده. انت بقى انت مختفي عنه. او مش مختفي. نخبي مشاعرك. بس انت ممسوط. ودي حاجة غريبة. انت ممسوط. مش بقولك انت ممكن تكون داخليا بس ممسوط. انت ممسوط انه رجع. ممسوط انه انه ممكن تكون مش ممسوط ان اتقاذى طبعا. ولكن زي ما يكون حقك اتاخد. من اخر كده. حقك اتاخد. انت انا قلت مسلا قلت له البنت تاني دي مش هتنفعلك وراح ومع ذلك راح خطبها. انا قلتلك الراجل ده مش شبهك ومع ذلك اتخطبته. فانت ممسوط قوي. في قمة ساعتك. حتى لو مش عايز ترجع له فانت في قمة ساعتك. ومخبي مشاعرك الحقيقية عنه. انت مخبي مشاعرك الحقيقية عنه. مخبي ان انت بتقدم له عرض. بتقدم له عرض. او مش بتقدم له عرض. انت عايز بداية جديدة. وعايز تنهي الخلاف اللي ما بينكو ده. عشان كده هو عارف ان في خلاف ما بينكو. في خلاف عموما. فانت مخبي تلك المشاعر. ممكن يكون يدخل يقولك ازيك. وبتاع بتقول له ها اغبارك عملت ايه بمع. فاني يقول لك سوتي ات طلعت وحشة قوي وازيتني جامد وبتاع. طب انت اضحك. بطل له يا حرام. لأ بجد والله. طب ازاي باز انت بتلقص في القوضة جوه. فانت مخبي مشاعر. انت مخبي زي ما قلتلك. ان انت حقك اتخذ. ان مبسوط قوي. ومش عايز تقول له طبعا. يعني انا مش هروح اقول له فوش التاني ان يا ربنا اخذ حق منك. لا. مش كده. انت مخبي الفرحة دي. مخبي ان هو ان حقك رجعك. انت حاسس ان حقك رجعك. تالت وامتلت يا برج الكوز. تالت وامتلت. زي ما جرحك انجرح. حب اكدلك بس. ممكن ما يبينش ليك. ممكن. لكن مجروح كده. ومن جواك وذات نفسك انت برضو عندك بداية جديدة. يعني نفسك في بداية جديدة برضو. بس ممكن تتاخر البداية دي. تتاخر لان انت مش عايز. انت برضو ستضل وش مش لطيف يعني. طيب هو شايفك ازاي? اه ده شايفك الكوين وفانلوس. مش بقولك. هو يعني شافك ان انت مسيطر على نفسك. وان انت اتغيرت. وبقيت مغرور كده وشايف نفسك. وايه ده فيه ايه بقى? ايه اللي امر بيطلع الصبح ولا ايه? الكلام ده بقى. يعني الكلام اللي هو حاجة 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 تشد. حاجة تخد. شكلك كده غيرت. انت غيرت. انت تغيرت. انت تغيرت. انت تغيرت لنفسك. بدأت مشروع جديد مثلا. ممكن تكون ثانية واحدة. انت ممكن تكون دخلت في علاقة تانية اصلا. بصبت. انت ممكن تكون دخلت في علاقة تانية. وهو متغاز انك انت دخلت في هذه العلاقة. انت عملت زي ما هو عمل. انت دخلت في علاقة انا كمان هتخد في علاقة. سوري يا بيبي. ما عنديش وقت اضيعه. انا كمان دخلت في علاقة. انت ممكن تكون تزوجت كمان وهو شايفك حاليا يعني الباشا خلاص كل شيء ملكته العشر كبيات وقعد على كرسية وقطتي السودا موجودة ومسك الاسد بروضه يعني انا ما عنديش اي شيء ما باتش باقي عالدنيا ما عنديش اي شيء ممكن يمنعني من ان انا عم بسط وضحك وهاها في الشارع وخلاص انا حياتي جميلة حياتي جميلة هو بالزبط كده شايفك ان انت رحلت الى طرف اخر مش خيانة لا بعد ما انتسبت انا كمان مشيت ورحت اتجوز او اتخطبت او ارتبط طيب انت شايفه ازاي انت شايفه انه هو شايفه لو هو مقدم لك عرض فشايف انه هو ايه استنى بقى كده الكلام ده ممكن يمشي على وجهين ممكن تكون شايفه انه هو رح قدم عرض الحد تاني ولما انخزل جالك بالزبط شخص ده رح قدم عرض الحد تاني ولما اتدبت السفة قلبه قالك مرجع تاني بقى يقولك الست بقى لو زوج ورح عايز اتجوز عليك ولا رح حب واحدة تانية هو عايز يرجع عشان واخد عشر عصيان في ظهره تعبان قوي قوي وانت شايفه انه هو كمان رحل من عندك عارف لما يكونوا ايه هاديك نسال الناس المتزوجه بالتحديد لما تكوني وقفة جنب زوجك وقفة لان انت الكوين الفوندوس اه انت لو زوجه فكان شايفك ان انت برنس انت برنسيسة بتاعت البيت وقفتي جنبه وساعدتي وديتي له فلوس وخلتيه قوم على رجله وفي الاخر لما بقى الكنج اوف بانتكلز بقى راجل معاه فلوس يقدر يفتح بالتاني راح فتح بالتاني راح فتح بالتاني واسابك انت بالضبط سابك انت مع الاطفال بقى واسابك تتحملي عبء الحياة لوحدك بس متخفيش الاحياء فوقته متخفيش لو انت انت حقك رجع تالت وامتالت انت ممكن تكوني تزوجتي حدي تاني او عايزة تتزوجي انت عايزة تتزوجي انت نفسك تتجاوزي تاني وتبدأي بقى حياة تانية لانه شخص خذلك هذا شخص خذلك ولو كنت في علاقة عاطفية فانت عادتي مع هذا شخصي عشرة سنين من الاخر ويوم ما بقى شخص سوي وشخص كويس فراح اقدم عده لحد تاني واسابك عشان كده هو شايفك ما تتعوضيش شخص ما يتعوضش شخص دماغ شخص كويس شخص مسيطر على حياته بيعرف يمشي اكدى حد عشان كده بقول زوجة لان ده بتروض الاسد شخص متحمل هو طبعا كان بيرقبك وشايفك مسكة البيت ولا تهدس فيك شرايا بس مين قالك مين قالك ما انا كمان تعبانا انا تعبانا وكنت شعر بخيبة امل انا كمان شعر بخيبة امل طيب هو عايز اعمل ايه هو عايز يرجع خلينا مطحين عايز يرجع بخايف منك حايز منك قوي 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 يعني واا اهو formed azuga عايز يرجع لبيت تاني عايز تتجاوزك تاني او اااا لو انتفي علاقة عاطفية فعايز يرجع و يتجاوزه عايز يرجع وتتجوز ومش هو هيرجع كده لا لو شخص راح لحد تاني هيرجع فهو عايز يتجوز وعايزك تبقوا مع بعض لان هو عايز يتشافى من اللي حصل ده بس احنا يعني الفكرة في ايه اللي بيروح لحد تاني ده يعني احنا ما كولاش مليين عينك يعني احنا استبني ده معنا اضاق وانا شاعره كده في العلاقات السلسية بالتحديد لما حدي بيروح واسيبك تاني عايز ان انا استبني يعني عندك الله اعلم اللي انت عايزة تعمليه بقى انت عايزة تنتقمي بالزبط كده تنتقمي عايزة تنفجري فيه الشخص ده لما سابق انت ما عملتلوش حاجة انت مشيتي مشيتي اول ما عرفت ان هو راح تجوز ولا راح مشي مع واحدة رحتي قلتله شكرا رحتي افلا الشخص ده لو رجع انت عتنتقمي منه انت عايزة تحسسيه بانه ولا يسوى شيء انت ولا تسوى شيء انا مية مية على فكرة زي ما انت شايفني انا كده انا وحدك كده انا مية مية انت عايزة تنتقمي منه وتفجري المعبد عليك وبصو انت عايزة ترميه من فوق السطح يعني تخيلوا الموقف اتنين المعبد بينفجر وخلاص نقطه من فوق انت عايزة ترميه ترميه وتبتدي حياة جديدة ات عايزة تنهي الشطر ده من حياتك الشطر ده عايزة تنهيه من حياتك لو انت زوجة فبتقولوله لو سمحت امشي انا مكفية بيتي وعيالي او ابني او بنتي وامشي انا عايزة بتدي ده جديدة عايزة بانجيش هنا تاني فانت عايزة تنتقمي انت عندك روح الانتقم طبعا حقك حقك ونسا بتقوليه ازاي ما حقك لا حقها وحقك اي حدد ازا سواء راجل او ست من شخص تاني بالذات لو طرف تالت حق التنتقم بصي بقى وشايف العلاقة ازاي شايف ان هذه العلاقة كان فيها كان يوجد فيها نوع من عدم المصدقية هو شايف كده نوع من عدم المصدقية الله اعلم ايه هي ويعني رحل من هذه العلاقة او ممكن يكون شايف ان هذه العلاقة هي علاقة كان يرجع لها ويشتغل عليها عشان يبتدي شطر جديد هو شايف كده لما هو ساب الطرف التالت ده شايف ان دي العلاقة اللي ممكن لما امشي من الطرف التالت ده اروح لها ليه اروح لها لان هي علاقة فيها فيها شغل فيها حاجات حلوة مش مش من عدم المصدقية لا 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 هو شايف ان هي لما انا امشي بالزبط ولما امشي من الطرف التالت عايز يجيلك انت عايز يجيلك بسرعة ليه بقى عايز يجي عشان يبدأ يبدأ شطة جديدة يبدأ قصة جديدة الشخص ده من توقع كده هذا الشخص ما بيحبش يخسر عارفين اللي بيسي بيالزق في حاجة تانية ومشكلة الشخص ده ما بيعترفش بخطأه أصلا أصلا بقى شانت بفاهميني يعني الشخص ده ما بيعترفش بخطأه على فكرة انتوا ندمنين قوي على اللي حصل ندمنين على العلاقة كلها بس في حاجة بقى في حاجة الشخص ده العرض اللي هو جايبه عرض صادق وليس عرض كده يمكن يكون غلبكم لو زوج يعني طلع عينك زي ما بيقوله وخيانة بقى وكلام بنات لو بنت فهرتك بقى حورقة بقى أصلا زميلي أصلا بنخالتي طب نخرج مع بعض تبنيجي مع بعض مش عارف ايه هو الكلام ده وانت في قمة الندم يعني على هذه العلاقة ولكن ولكن انت شايف تلت كبات واعين مش مركز في الكباتين في بصيص أمل في العلاقة دي بصيص أمل ممكن يكون الشخص ده اتغير ممكن يكون اه اتغير هذا الشخص اتغير كان في طرف ثالث اتغير طرف الثالث ده فوقوا لواخد ثلاث طعنات في قلبه فوقوا حرفيا حسسوا بأن انتو الأصل هو الفرع طب النصيحة ايه بقى هم اش بقولك انت انت متردد انت مش عارف ترجع علاء خطوبة او جوازة بص يا برج الكوس احيانا كثيرة في ناس بترجع لحياتنا بعد ما ضمرونا خلونا زي البرج كده كله باص شايلونا الهم الهم شلنا الهم معاك حاسسونا بان احنا يتمع شعور اليتيم بالزبط خلونا نشيل عبء الحياة لوحدنا ومشي لو انت زوجة انا عارف عارفة اللي بقوله والله عارفة ان المطلقات بالتحديد بيبقى عبء الدنيا عليهم بذات الست عموما لان الست بيبقى فيه اطفال مش عارفة تتجوز ولا تشوف حالتها هذا الشخص لو كان زوج فهو لا يجع مرة تانية وعايز ترجعه تاني اوكي وعرض حقيقي وعرض صادق وشاعر بالزبط وشاعر ان انت الاصل انت المرأة الحقيقي انت الشخص الحقيقي لو بنت وراحت لواحد تاني فهي شعر ان انت الرفيق وحتتتغير عشانك وهو الانبق بص مش بقولكو ازواج ممكن ازواج هو عايز يرجع عايز يرجع عايز اكتب امراته تاني فالنصحة بتقولك ايه بقى بتقولك خد قرار لو انت متردد اوكي متردد ولكن انت شعر بالسعادة بانه بقولك السعادة دي حي منعرفش مصدر ايه ممكن تكون مصدرها ان انت مبسوط انت مبسوط بانه دي ربنا خبك حقك دي حاجة تبسط طبعا بس انت بقى متردد من فكرة ارجع اوه ارجع بقى ارجع يا حلاوة يا حلاوة ارجع بقى وتعمل فيها بقى اللي انت عملته قبل كده اكيد لا ولكن هذا الشخص فعلا مصمم ان يرجع الشخص دي شايفك انت الرفيق انت الرفيق وعايز يرجع تاني بقى استقرار ما بينكم وفيه هدوء بصو بتتخنقه تقريبا كل ما تشوفه بعدك بتتتخنقه تقريبا كل ما يكلمك في التلفون تتخنقه معاه انت عملت وانت سويتو لكن انت عندك طاقة انتقام عالية قوية انت عايز تηνتتتكم عايز ت instructors انتتتكم انتم انا مش هقولك لا سمعوا بكلام اللي انت عايز تسمعه مش هقولك لا ولكن ماتبقاش في التقى دي التقى دي مش حلوة طاقت انك انت تفضل متردد مش حلو خد القرار لكن النصيحة انت عايز تعمل بها تعمل مش هستعمل خلاص لكن هذا شخص صادق وعايز يلا بس هوا يعني بيبين لك عكس اللي انت شايفه بس ده ده اللي قدر أقول شكرا يا برج الكوس ويا رب يا رب يا رب تكون هجابتكو وان شاء الله يبقى فيه راحة بال لكل اي حد شايل هم واي حاجة وان شاء الله بإذن الله انتظر بيبقيت الفيديو